هل تساءلت من قبل لماذا اللون البنفسجي ليس موجود في عالم أي دول؟ مع أنه لون جميل جداً إذن ما هو السبب؟ مرحباً بكم أولاً صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ يوجد في العالم حوالي 196 دول ليس في أي منهم لوناً بنفسجي بالرغم من أنه لون جميل ومحبوب فما السبب؟ حتى عام 1800 ميلادية كان اللون البنفسجي نادر وغالي جداً لدرجة أنه كان أغلى من الدهب وعلى مر العصور كان هذا اللون دائماً مرتبط رأي والقوة ولا يلبسه سوى طبقة معينة من الشعب لدرجة أن الملكة إليزابيت رمت على الشعب ارتداءه باستثناء أسرتها المالكة يرجع إلى صديقي تميز سبب اللون البنفسجي هو أنه كان نادر جداً والسبغة المستخدمة في إنتاجه كانت غالية جداً فتلك السبغة كانت تأتي من تجار في مدينة صور جنوب لونان منذ عهد الفينيقية كانوا يستخرجون تلك السبغة من قواقع بحرية صغيرة وغير موجودة في أي مكان آخر في العالم كما أن استخراجها كان صعباً جداً ويحتاج مجهوداً كبيراً لدرجة أنهم كانوا يحتاجون أكثر من عشرة آلاف قوقعة يستخرجوا جرام واحد فقط من هذه السبغة وطبعاً لم يقدر على تكاليف هذه السبغة سوى الحكام والملوك ولذلك فاللون البنفسجي كان مرتبطاً بالحكام في مصر ورومة وفارس كانت السبغة غالية حتى على بعض الحكام لدرجة أن الإمبراطور الروماني أوريليان لم يسمح لزوجته بشراء ملابس بنفسجي لأن السبغة كانت تكلف ثلاثة أضعاف وزنها دهب وطبعاً لم تكن أي دولة قادرة على تحمل تكاليف استخدام اللون البنفسجي في عالمها أصبح البنفسجي متاحاً لعامة الناس منذ عام 1856 فقد حين قام الكيميائي ويليام هنري ذو الثمانية عشر عاماً ناء محاولته صنع علاج للمالاريا وبالصدفة صنع مركباً بنفسجياً ولاحظ أنه يمكن استخدامه في سبغة القماش باللون البنفسجي وأخذ براءة اختراع عليه وبدأ بتصنيعه على نطاق واسع وأصبح يا صديقي وقتها فاحشة تراء بسبب هذه الصدفة منذ ذلك الوقت أصبح اللون البنفسجي متاحاً لكل الناس تلاشت قيمته أما أعلام الدول فمعظمها لم تتغير منذ ذلك الوقت ما الأعلام الجديدة فمنها حوالي ثلاث دول فقط استخدموا اللون البنفسجي في عالمهم وفي النهاية أصدقائي كانت هذه قصة اللون البنفسجي وعلاقته بأعلام الدول وشكراً لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة